أربعة أثر انخفاض الأسعار على وضع التوازن للدخل القومي في الاقتصاد المفتوح انتهينا منذ قليل من أثر ارتفاع الأسعار على وضع التوازن ودلوقتي بنشوف أثر انخفاض المستوى العام للأسعار على وضع التوازن للدخل القومي بنقول في البداية بنقول يتحقق التوازن للدخل القومي عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة برضو العرض اللي هو خط 45 اللي هو الخط الدخل القومي مع منحنة طلب الكل قبل التغير اللي هو المنحنة اللي تحت دوت اللي هو c زائد i زائد g زائد X زائد X ناقص M هو ده منحنة طلب القلي الأصل يبدون في وضع التوازن عند النقطة A وهي نقطة التي يلتقي فيها العرض القلي مع الطلب القلي عند النقطة A وعندها يتحقق وضع توازني مستوى توازني لدخل عنده 나오ي Z أصل انخفاض الأسعار على وضع التوازن بنقول ان أصل انخفاض الأسعار يؤدي إلى زيادة الكوة الشرائية للنقود وزيادة الكوة الشرائية للنقود يؤدي إلى زيادة الطلب يعني عايزة أقول إن انخفاض الأسعار هيؤدي إلى زيادة الطلب وبالتالي هينتقل خط أو منحنة طلب الكل من الوضع اللي هو الأسفل إلى الوضع الأخضر المتقاطع يعني من الوضع C زائد I زائد G زائد X نقص M إلى الوضع الجديد اللي هو C زائد I زائد G زائد X نقص M واحد يبقى أن دلوقتي إيه اللي حصل نتيجة انخفاض الأسعار انتقل خط الداخل القومي أو منحنة طلب الكل من الوضع الأسفل إلى الوضع الأعلى اللي هو الأخضر المتقطع طيب فيه نقطة التوازن الجديدة عند النقطة التي يلتقي فيها منحنة طلب الكل الجديد اللي هو الأخضر المتقطع لفوق مع منحنة العرض الكلي يعني الكلام ده بيحصل فيه فيه نقطة التوازن الجديدة اللي هي E1 يبقى دلوقتي أسر انخفاض الأسعار انخفاض الأسعار أدى لزيادة الطلب وزيادة الطلب أدى ذلك لانتقال نقطة التوازن من النقطة E إلى النقطة E1 وعليه إيه اللي حصل للمستوى التوازن للدخل القومي زادة مستوى التوازن للدخل القومي من الوضع Y0 إلى الوضع Y1 بسبب اتقار نقطة التوازن من النقطة E إلى النقطة E1 بسبب انخفاض المستوى العام للأسعار والذي أدى إلى زيادة الطلب الكلي من الوضع CZIZGZXM إلى الوضع CZIZGZXM1